السلام عليكم اليوم ان شاء الله في الفيديو سنشوف تمارين صفحة 13 من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. تمارين رقم ستة حديد رتبتي الرقمين خمسة وسبعة في كل عدد من الاعداد التالية. اذا كيف ما كتلاحظوا ان التمرين عندنا فيه اعداد كبيرة. وفي مسبق هنا شفنا كيفية او كيفاش نقرأوا الاعداد اللي عندها الارقام كبيرة. اه للتذكير. كنناخدو الرقم وكننقسمو الارقام ديالو من جهة اليمين. او بدءا من اليمين. ثلاث ارقام ثلاث ارقام ثم كنقرأ. مثلا عندنا هذا الرقم او هذا العدد. اه بالنسبة ثلاث الارقام الاولى فهي للوحدات البسيطة. وثلاث الارقام التانية وهي للالاف. ثم ثلاث الارقام اللي بقات هي للملايين. اذا فغد نقرأ وهذا العدد مئة وسبعة وخمسونة مليونا. ثم غضي نحدده رتبة او رتبتي رقمين خمسة وسبعة. فهذا هو العدد. وكيف ما اصبق لنا شفنا او عرفنا بان اه كل فصل عنده الوحدات والعشرات والمئات بالنسبة لوحدات البسيطة وكذلك بالنسبة الالاف وكذلك بالنسبة للملايين. اه للملايين. ورتبة العدد او رقم سبعة وهو وحدات الملايين. وغد نكتبه وحدات الملايين. بالنسبة لرتبة الرقم خمسة وهو عشرات الملايين. ثم غضي نمشو العدد الثاني لهذا. فقلنا على الارقام الثلاثة الاولى وهي لوحدة البسيطة. الارقام الثالثة او الثانية الثلاثة وهي للالالاف او فصل الالاف ثم ارقام ثلاثة الثالثة لفصل الملايين ثم اتنان لفصل الملايين. ثم غضي نحدده. رتبة خمسة وسبعة. بما انه لدينا هذه الثلاثة الارقام للوحدات البسيطة. ممكن نعرف بان الوحدات البسيطة الوحدات والعشرة والمئات. اذا خمسة فهي رتبتها المئات او المئات فقط. ثم غضي المئات. ثم عدنا سبعة. هنا عدنا الوحدات البسيطة. اه واحد الفصل الالاف ثم فصل الملايين. بالنسبة لسبعة. عدنا اوه قبل ما نشوفه سبعة. هات الثلاثة الارقام وهي للملايين. بالنسبة للسفر فهو لوحدات الملايين. سفر التاني لوحدة لعشرة الملايين. قال لنا السبعة وهو لمئات الملايين. مئات الملايين. ثم العدد الاخر. هو هذا. اه تلاثة ارقام لوحدة البسيطة. ثلاثة لالالاف. ثلاثة للملايين. وهذا الرقمين للملايين. بالنسبة لرتبة الرقم سبعة. دنفع سبعة. آآ موجود في فصل الآلاف. لدينا السفر الاول لوحدات الآلاف. السفر التاني لوحدة لعشرة الآلاف. ثم السبعة لمئات الآلاف. ونكتبه مئات الآلاف. ثم نمشل عند خمسة عشر. خمسة عشر فهي لفصل الملايين. دنفع خمسة. او او رتبة الرقم خمسة. هو وحدات الملايين. ونكتب وحدات الملايين. ثم آخر عدد. هو هذا. آآ اه. قلنا. ثلاثة للوحدة البسيطة. ثلاثة أرقم للآلاف. الملايين. ثم الملايين. اذا. فهذا العدد غد نقرأه. سبعة. سبعمئة وعشرة. ملايين. وخمسة آلاف. الآن سنجد رقم خمسة كما كنلاحظه فهو في رتبة وحدات الآلاف وكتبه وحدات الآلاف ثم بالنسبة لسبعة رتبة الرقم السبعة وهي مئات الملايير هنا رتبة الملايير بالنسبة لي مفهمش كيفاش يحدد رتبة الأرقام بهذه الطريقة يمكن ليستعن بالجدول لغاية السبق اللي نخدمنا به في الصفحات اللي كانت قبل أولى المتواجد هنا بهذه الصفحة في الأسفل ويجي لعند العدد مثلا عندنا هاد العدد نفسه كيفاش غادي نقرأ اولا كيفاش غادي نحدد رتبة كل رقم من هاد الأرقام اللي مطلوبة عندي اللي هي خمسة وسبعة نجي ناخد هاد العدد ونوضعه في الجدول ناخد آخر رقم ونوضعه في الوحدات اللي هو في فصل الوحدات البسيطة ونمشي بهذه الطريقة حتى نكمل العدد من دفع الصفر من الصفر الآخر صفر الآخر حتى نكمل ومن بعد غادي نحدد للرقم اللي بغيت غادي نبقى تابعة مثلا هنا عدي هاد الرقم مكتوب آآ غادي نجي او هاد المكتوب غادي نجي لعدي رقم الاربعة ونشوف الرتبة دياله غادي نجي غادي نلقاه في انه في العشرات فصل آلاف مثلا هاد اتنان رتبة ديالها في مئات اذا غادي نكتب مئات فقط ما نكتبش مئات وحدات البسيطة غادي نكتب مئات ومثلا عندنا هاد رقم ستة او هم تواجد هنا وحدات خانة الوحدات فصل الملايين غادي نلقى الرتبة دياله اذا هي وحدات الملايين هذا بالنسبة لي ما فهمش لها الطريقة اللي انا وضحت فيها اه هاد التمرين اذا غادي ساعن بالجدول ثم غادي نمرو التمرين رقم سبعة الكتابات التالية هي تأطيرات للعدد الف ستمائة واربعة وخمسون تأطير التالية هي 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 تأطير الت صورة ما بين 1653 و 1655 هي أدق تأطير من التأطيرات السابقة إذا لاحظنا في التأطير الأول 1654 أصغر من ألف وأكبر من ألفين لاحظنا الألف يعني 1654 قبل منها ألف ثم تليها ألفين ثم أعدنا 1654 قبل منها 1600 ومن بعدها 1700 ثم 1654 قبل منها 1650 ثم أدق كتابة وهي أننا كان راعي الوحدات هنا في الأول الآلاف ثم المئات ثم العشرات ولكن أدق كتابة يعني أننا كان راعي الوحدات كما شفنا أن 1654 قبل منها مباشرة 1653 يعني تال الأربعة كتجي قبل منها ثلاثة بالنسبة الوحدات وكتجي من بعدها مباشرة 1655 والسؤال السؤال أكتب تأطيرا للعدد 7462 باستعمال عددين صحيحين طبيعيين ينتهيان بثلاثة أصفار ثم بصفرين ثم أكتب أدق تأطير لهذا العدد نبدأ نبدأ بتأطير للعدد باستعمال عددين صحيحين أو عددين صحيحين طبيعيين ينتهيان بثلاثة أصفار عدنا العدد 7462 إذن فالعدد بما أنه أو نتقلم الآلاف إذن فالعدد الذي قبله هو 7000 عنده ثلاثة أصفار والعدد اللي غاديجي من بعده هو تمانية آلاف كذلك عنده ثلاثة أصفار إذن فالتأطير الأول وهو 7462 محصور ما بين 7000 و8000 ثم عدنا تأطير باستعمال عددين صحيحين ينتهيين ينتهيين بصفرين إذن غادي نمشل عند المئات إذن فالعدد هو 7400 و 7500 إذن هذا هو التأطير أو تأطير العدد باستعمال عددين صحيحين طبيعيين عندهم موجود دي الأصفار ثم بالآخير المطلوب هو الضغط تأطير لهذا العدد إذن ف 7462 إذن هو العدد اللي غادي يجي قبل منه مباشرة إذن فالعدد اللي غادي يقبل منه مباشرة هو 7461 الضغط هذن فالعدد نشوفه في الوحادات إذن إذن إثنان قبل منها مباشرة واحد والعدد الذي يليها مباشرة أو الذي العدد الذي يلي العدد سبعة آلاف واربعمائة واتنين وستون مباشرة وهو سبعة آلاف واربعمائة وثلاثة وستون دن فمباشرة يلي العدد اثنان هو ثلاثة أو العدد الذي يلي مباشرة العدد هو ثلاثة دن فهذا هو أدق تقطير للعدد ثم نمر التمرين تمانية يبين الجدوى الأسفل عدد سكان كل واحدة من القارات الخمس حسب إحصائيات سنة الفين لدينا هذا الجدول لدينا القارات أو اسم القارة وعدد السكان بالملايين ألف أكتب الأرقام والحروف عدد سكان كل قارة دن بدأ بالقارة الأوروبية وهي عدد سكانها ستة أو ستمائة مليونا ستمائة مليونا أول حاجة قد نكتبوها بالأرقام دن كيف قد نكتبوها العدد أول حاجة غنكتبو ستمائة قلنا ستمائة مليون إذن فكيف ما سبق لنا شفنا أن الملايين عندها ستة أصفر إذن غضي نضيفه ستة أصفر إذن فهذا هو العدد ستمائة مليون ثم ثم غنكتبوها بالحروف ستمائة مليون ثم بالنسبة لآسيا نسبة الأوروبا ثم آسيا العدد وهو ثلاث آلاف وسبعمائة وعشرون مليون كذلك من الصريقة نكتب ثلاث آلاف سبعمائة وعشرون مليون دائما عدد أصفر المليون ستة وغضي نضيف ستة أصفر واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة ثم غضي نكتبوها بالحروف إذن هذا العدد ما غضيش نكتبوه بالحروف ثلاث آلاف وسبعمائة وعشرون مليون لأن عدنا الكيفية كيفاش غضي نقرام أو كيفاش نكتبوها دائما نقسمو العدد إلى ثلاث أرقام ثلاث أرقام لدينا ثلاث أرقام الأولى الثانية والثالثة لدينا ثلاثة ملايير ملايير و ندنا سبعمائة وعشرون مليون سبعمائة وعشرون مليون ثم بنسبة الأفريقيا ستمائة وعشرون مليون كتب ستمائة وعشرون للولى ونضيف عدد الأصفار الملايين اللي هو ستة ونكتب ستمائة وعشرون مليون ثم بنسبة أستراليا أربعون مليون كتب أربعون ونضيف عدد أصفار المليون ستة ونكتب أربعون مليون قال لنا القارة الأمريكية أو عدد سكان القارة الأمريكية تسعمائة وستون مليون تسعمائة وستون نصف وعندما ومشار مليون وعندما ونكتب تسعمائة وستونة مليون ثم نمره التمرير لقم تسعة متوسط عدد نبضات قلبي شخص بالغ هو تمانون نبضة في الدقيقة هل عدد نبضات قلب هذا الشخص خلال سنة واحدة يفوق ام يقل عن مليار نبضة سنة واحدة نحول سنة إلى الدقيقة ثم سنحسب عدد نبضات القلب خلال سنة واحدة كما نعرف أنه بالنسبة بالسنة الواحدة اتنى اتنى عشرة شهرا وبنسبة للشهر الواحد أو بالشهر الواحد ثلاثون يوما وباليوم الواحد اربعة وعشرون ساعة وبالاخير بالساعة الواحدة ستونة دقيقة الثاني عدد نشر شهر وبالنسبة للشهر وعددنا ثلاثون يوما وبالنسبة اليوم الواحد اربعة وعشرون ساعة وبالساعة لدنا ستونة دقيقة اذا فعدد الضقائق بالسنة روا لدنا باليوم اربعة وعشرون ساعة وكل ساعة لدنا فيها دقيقة واحدة اذا عدد الضقائق باليوم هو ستون او اربعة وعشرون مضروبة في ستون هذا بالنسبة اليوم الواحد كم دقيقة بهذا اليوم ثم ما اللي غدا نوجده عدد دقائق باليوم غدا نضربوها في ثلاثون يوما اللي هي الشهر الواحد دهنا هدل غا يعطينا اربعة وعشرون مضروبة في ستون نضربوها كذلك في ثلاثون نعدنا بالنسبة عدد دقائق بالشهر ثم نضربوها في اتنا عشر شهرا باش تعطينا عدد الدقائق بالسانة دهنا عدد دقائق بالسانة وهو اربعة وعشرون مضروبة في ستون مضروبة في تلاتون مضروبة في اتنا عشر تلاتين وعشرين وعشر تلاتين كواشا ويساوي خمسمائة وثمانية عشر الف واربعمائة هذا بالنسبة لدقائق بالسانة ستون دقيقة بالسانة وبالتمرين عندنا أن متوسط عدد نبضة القلب شخص بالغ هو 80 نبضة بالدقيقة. إذن عندنا كل دقيقة كي ينبض قلب الإنسان أو الشخص البالغ 80 نبضة إذن كيف سوف نعرف كم نبضة بالسانة نضرب عدد دقائق في 80 أي دقائق السانة في 80 نبضة لأننا عندنا كل دقيقة 80 نبضة إذن عدد نبضات قلب قلب شخص خلال سنة واحدة هو خمسمائة وتمانية عشر ألف وأربعمائة مضربة بتمانون وساوي واحد وأربعون مليون وأربعمائة وإثنان وسبعون ألف إذن فواحد وأربعون مليون وأربعمائة وإثنان وسبعون مليون أقل من المليار إذن نقول أو نجيب عن السؤال عدد نبضات قلب الشخص أو هذا الشخص يقل عن مليار نبضة ثم ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية فحسب المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض بالكيلو متر سبق اللي نعرفنا هذه العلاقة اللي هي V تساوي D على T أو مقصوم على T بحيث V وهي السرعة أو السرعة المتوسطة والD هي المسافة المقطوعة و T هي المدة المستغرقة خلال قطعة المسافة الزمنية المستغرقة خلال هذه المدة إذن نرجع لتمرين عدنا المدة وعدنا السرعة وعندنا المدة بالدقيقة والثانية وعندنا السرعة بالكيلو متر في الثانية إذن أول حاجة قبل ما نوجدوك السرعة عفوا قبل ما نوجدوك المسافة نحول المدة الثانية ثماني دقائق وعشرون ثانية ساوي نحول الدقيقة إلى الثانية من ثمانية نضربها في ستون لماذا؟ لأن كل دقيقة بها ستونة ثانية ثم نضيف لها هذا عشرون ثانية وتساوي أربعمائة وتمانون زائد عشرون ساوي خمسمائة ثانية ثم هستعملوا العلاقة اللي سبق لنا وكذلك شفناها في السرعة المتوسطة وفي درس السرعة المتوسطة لبيئة سنة الخامسة ابتدائي فهي بإيجاد مسافة دي هاي تساوي السرعة مضروبة في المدة الزمنية دي رمز دي لها الت تساوي أدنا السرعة تساوي ثلاثمائة ألف إذن ثلاثمائة ألف مضروبة في المدة الزمنية وهي خمسمائة ثانية وتساوي تساوي مئة وخمسون مليون تساوي خمسة عشر مضروبة في عشرة والسبعة كتبناها على طريقة التفكيك لشفناها في تمرين ثلاثة صفحة اثنى عشر لنتادي المسافة بالكيلومتر تساوي كيلومتر موسيقى موسيقى موسيقى